أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة بدلا من الاعتماد على القروض مرتفعة الأعباء أشار عبدالله خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول تقرير أفاق الاقتصاد الإفريقي لعام 2023 إلا أن ذلك يأتي من خلال توفير البيئة الدعمة التي تضمن للمستثمرين أن يغطي العائد على رأس المال كافة المخاطر المحتملة وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة تطوير البنية التحتية الحالية في إفريقيا لتصبح أكثر ملائمة لتحقيق النمو الأقدر والمستدامة كما يجب السعي لوضع الأليات المناسبة لتحقيق الشراكة بين القطعين العام والخاصة في مشروعات تغير المناخ